موسيقى موسيقى باصل وحديث الشجون والحديث عن دعاوة التقطي في التعيين في الهيئات القضائية تلك الدعاوة التي يعني يسأل عنها الكثير ويتابعها الكثير ما بين مترقب وما بين سائل وأسئلة كثيرة تجول بخاطركم الآن وكل طبعا يبكي على ليلة لكن طالما في إنسان نفس بيتنفس لازم يكون عنده أمل أنه ربنا هيكرمه وحقاله كل ما يصب إليه ما علينا إلا السعي وعلى الله قصد السبيل ما تحط للسيد الطاعن أو عزيز الطاعن أي اعتبارات في ذهنك إلا توفيق الله ما نحن إلا أسباب نسعى ونكتهد ونتمنى أن نحصل لموكلين وعملاء مكتبنا على حقوقهم التي قد سلبها منهم آخرين بحق أو بغير حق فنتحدث عن دعوة تقطي في التعيين في الهيئات القضائية منذ بداية التظلم حتى تقديم الصيغة التنفيذية إلى الجهة القضية المعنية بالحوم نتفق مبدئيا أنه عندنا الجهات القضية الأربعة ثلاثة تقتص بالمنازعات الخاصة بهم مجلس الدولة وواحدة تقتص بنظر كافة الطعون الخاصة بها محكمة استناف القاهرة محكمة استناف القاهرة تقتص بالطعون الخاصة بعضاء النيابة العامة مجلس الدولة وتحديدا محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية على مستوى الجمهورية وليست المحافظات تقتص بنظر الدعاوة الخاصة بالطعون قضايا هيئة قضايا الدولة النيابة الإدارية ثم مجلس الدولة طيب من أين نبدأ وكيف تنتهي هذه الدعاوة وإجراءاتها تبدأ هذه الدعاوة منذ تاريخ نشر قرار التعيين احنا من شهر شهر الخمسة اللي فات صدر خمس قرارات بالتعيين في مجلس الدولة ثم النيابة الإدارية ثم هيئة غضايا الدولة دفعتي سبعتاشر وثمنتاشر بالقرارات اللي حضرتكم عرفنا طيب بداية الدعوة أول حاجة أنا كمحامي أو قطاعي بيتقدم لي أو يتصل بي أو يتقدم لي بأوراقه أول حاجة أنا بعملها وهي التظلم التظلم في دعاوة تقطي في التعيين بصفة عامة تظلم وجوبي يبقى إذا لازم أقدم تظلم إلى الجهة الإدارية أو الجهة الرئاسية عشان هنا بس الأمور بعض الأساسة بيختلفوا هل أقدم التظلم إلى الجهة القضائية صاحبة القرار ولا إلى رئاسة الجمهورية بصفتها جهة رئاسية في كل الحالتين يجوز أو أقدمه مثلا بالنسبة للنيابة الإدارية مثلا حتى أقدمه لرئيس الجمهورية ولا أقدمه لرئيس هيئة النيابة الإدارية أنا يفضل دايما أقول يفضل أنه يقدم التظلم إلى هيئة النيابة الإدارية دون رأي أن القرار أو الجهة الرئاسية ما هي إلا جهة إشرافية عليها توقيع القرار لكن الاختيارات والفرز والمقابلة الشخصية وكل ذلك يتم في الهيئة القضائية بناء على اختيار الأنسب والأولى لتولي الوظيفة القضائية خلينا متفقين أن الوظيفة القضائية من أكثر الولايات والمناصب لأن القضاء كما نقول دائما هو قبس من نور الله فبالقضاء تصان الأموال وبدونها تسلب وبالقضاء تصان الدماء وبدون القضاء تسفك يعني إحنا عندنا ولاية القضاء لابد أن يتولاها من هم أهلا لذلك ويتم اختيار هؤلاء بناء على شروط معينة لكل جهة قضائية تضع الشروط الخاصة بها إحنا مش عاوزين نقول هناك يعني في هذا المجال يعني إحنا هتكلم فيها بالتفصيل أقلنا دلوقتي في موضوع الدعوة تقدمت بالتظلم إمتى يبدأ معاد التظلم يبدأ معاد التظلم من اليوم التالي للنشر إحنا قلنا في الحلقة السابقة متى يبدأ معاد دعوة للإلغاء قلنا يبدأ حسب قانون المرافعات من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بدأ نشر القرار يوم 21 مثلا يبقى يوم 22 تبدأ مدة 60 يوم للدعوة طيب مر 30 يوم مر 50 يوم مر 59 يوم وقدمت التظلم شاطر قد ترخيرك لحبة الموعيد لو عديت 60 يوم وعديت معاد المسافة اللي احنا تكلمنا فيه في الحلقة الفاتف قلنا لكل معاد معاد مسافة تنتهي بعد انتهاءه ومعاد المسافة تقاس 50 يوم لكل 50 كيلو متر بحد أقصى أربع أيام لو عدت 60 يوم دول ومعاد المسافة كمان للجماعة بتوع الأقاليم يبقى أنت خلاص مش من حقك لا تقدم تظلم ولا تقدر ترفع دعوة وانتهى أمرك طيب قدمت التظلم إيه اللي ممكن أعمله تاني قبل بس يمسيب موضوع التظلم لأنه تحصل حاجات فروقات كتير أو فروقات كتير تظلم يعني يا جماعة مش مجرد أنه التمس يعني تعلمنا على يد أستاذنا الفقيه الدكتور رأفة فودة قال التظلم مش مجرد استعراض أو استعطاف أو تقول للجهة يعني التمس وأتعطف لا مش تظلم ده تظلم لابد أن يكون طلب قاطع بإلغاء القرار على المتظلم منه يبقى خلينا كده متفقين وعلى ما يبقى ذا زي بقول أما كلمة استعطاف والتمس وده كلها ما اعتبرش هنا تظلم بالمعناة القانوني الصحيح يبقى خلينا متفقين طيب قبل ما سيب التظلم عشان يعني بتحصل فروقها أسئلة كتير حول موضوع هل ينفع أقدموا باليد ولا أقدموا عن طريق البسطة يا جوس لا تقدموا باليد وده يفضل أو تقدموا لو أنت في مكان بعيد ممكن تقدموا عن طريق البسطة بعلم الوصول لكن هنا لنا وقفة بالنسبة للبسطة وخاصة في بعض هذه القادة الدولة السنة يعني فتحت مشكورة موقع إلكتروني لتقديم التظلمات لأول سنة تفتح موقع إلكتروني لتقديم التظلم يعني الهيئة قادة الدولة اختصت المسافة لا بسطة ولا يد وكل التظلمات السنة دفعة 17-18 قدمت عن طريق الموقع إلكتروني لهيئة قضايا الدولة نيابة الإدارية أو مجلس الدولة يجوز أنك أنت تقدموا باليد أو بالبريد لكن لو تقدموا بالبريد سيد الفاطر ما تجيش على آخر 3-4-5 أيام وتجرى على البسطة تروح تقدم تظله لأنه ممكن يحصل أي عارض جوابك ما يوصلش كتبت العنوان الغلط طب كتبت عنوان هيئة النيابة الإدارية مثلا وما كتبتش كلمة الأمان العامة في هذه الحالة ممكن أنا موظف البريد منك وستلموش لو ما استلمتش جوابك هيرتد ولو ارتد وانتهى المعاد خلاص برد فات عليك فاتت عليك الموعيد وبالتالي لأنت مشترك لها تعمل تظلم ولا هتقدر ترفع الطعن بتاعك طيب خلاص استوفينا التظلم وإن إجراءاته وبدأت المفرد يعد عندي التظلم هنا برضو قبل ما أسيب التظلم لأن أنا بحاول بقدر المكان أتذكر أنا ما عنديش ورق قدامي في أسئلتكم بس أنا من تكرارها الكتير جدا شي بحفظتها يعني لكن أنا بحاول لا أسترجع لو أنا نسيت حاجة بحاول أرجع لها مسألة التظلم متظلم هل يقطع المعاد ولا يوقفه كويس يوقف المعاد ولا يقطعه يعني إيه يوقف الأول المعاد ويعني إيه يقطعه يوقف المعاد يعني يعني يديلك المعاد ساري لكن توقف وقت معين وبعد للزهاز الظرف يعود المعاد إلى السرين مرة أخرى يعني يعد المدة السابقة أو المعد المدة التالية على المدة السابقة قبل الوقف يقطع المعاد يعني يديني مدة جديدة والتظلم من الإجراءات القاطعة للمعاد طيب يعني هذا الكلام إحنا هنا هنتكلم في عدة فرضيات عشان بس دايما أول سؤال يبادل لزهن الطعن يقول لي أنا بتنخل السؤال ده حمسين مرة في اليوم أنا إمتى إيه موعيدي اللي أقدر فيها أرفع فيها الطعن بتاعي أرفعه إمتى طب أنا يا أستاذ غلاب قدمت التظلم أرفعه بعد ستين يوم ولا بعد مئة وعشرين يوم أقول له مئة وعشرين يوم من تاريخ التظلم يقول لي أستغلاب ده في واحد قال لي ستين يوم أقول له اللي قال لك ستين يوم ده غلط كويس ده فلان قال لها اللي مش عارف فيه أقول لي يا سيدي غلط كويس إحنا خلينا نتركز في الموعيد واللي معاه وراء أو ألم يكتب وراء عشان يعني مش هعيد المسألة تانية مسألة الموعيد هتكلم في كازة فرضية وعلى حسب أنت الفرضية المنتبقة عليك تشتغل عليها الفرضية الأولى هنقول مثلا أنا تقدمت بالتظلم بتاعي يوم تسعة وخمسين اليوم التسعة وخمسين من المدة تقديم التظلم وهي ستة وستين يوم يبقى أنا أقدمته في يوم التسعة وخمسين يبقى هنا انفتحت لي معاد مئة وعشرين يوم من تاريخ التظلم متفقين بشرط ما يكونش عملت فض منازعات لأن احنا دلوقتي متكلم يعني نقطة نقطة وبند بند يبقى إذن هنا تقدمت التظلم انفتح لي معاد مئة وعشرين يوم من تاريخ التظلم أقدر في المئة وعشرين يوم دول أعمل إيه أعمل فض أو أقدم طلب فض المنازعات وارفع الطعن متفقين طب جيت أنا أقدمت التظلم في اليوم تسعة وخمسين وجريت تاني يوم رح تمقدم طلب فض المنازعات في هذه الحالة الستين يوم اللي كانوا ليك للجهة الإدارية ترد انت أطعتهم يبقى فضل لحضرتك فقط ستين يوم من تاريخ جلسة فض المنازعات بقول وأكد من تاريخ جلسة فض المنازعات انت بتقول الكلام ده ليه لأنه فيه واحد يقول لك آه أنا مفروض بحث بستين يوم من تاريخ استلامي للتوصية يا سيد الفاضر استلامك للتوصية بعد اسبوع ولا بعد شهر من الجلسة ده معدنا لا نشع علاقة احنا بيه خالص احنا معدنا بيبدأ من تاريخ جلسة التوصية طيب قدمنا التظلم وحضرتك قطعت المدة وقدمت فض المنازعات يبقى اذا هنا ستين يوم اخرى من تاريخ جلسة تفض المنازعات اقدر اقدم فيها الطعن قدام محكمة القضايا الاداري بمجلس الدولة طيب لا انت راجل عاوز تاخد وقت ووقت طويل وزي بيقوله طبعا لما يشوف اتجاه الدوائر وهكذا وعدت الستينون بتوعي رد الجهة الادارية ستينون ما عدوا والجهة الادارية ما ردتش ده اسمه رفض ضمني للتظلم بتاع حضرتك الرفض الضمني ده عشان لا يأخذ علي لفظة المقصود بي انه الجهة الادارية ما ردتش فيه خلال المدة المحددة لها قانونا لكن يجوز للجهة الادارية ان تنظر هذا التظلم في اي وقت لاعق وتقبل تظلمك وتعينك في اي وقت سواء مع قرار الدفع اللي جاية او في اي كان الوقت يبقى عدم الرد الجهة الادارية على تظلمك خلال الستين يوم ليس معناه رفضا قطعيا احنا بنقول رفض ضمني من خلاله تبدأ اجراءات معينة للطعم طيب حضرتك عديت الستين يوم بتوعي التظلم رد الجهة الادارية بقى لي ستين يوم جيت سبتي كمان من الستين يوم التانية تلاتين يوم وحضرتك تقدمت بطلب فض المنازعات وتحددلك جلسة بعدها باسبوعين وخط التوصية طبعا توصية لا يكون معدم اختصاص او برفض الطلق وصدرت توصية في تاريخ كذا بعد سبوعين من تقديم الطلق خليك فاكر سيد الفاضل انه عدى تلاتين يوم من ستين يوم البقية لك لرفض لرفع الطعم ما تجيش تقول لي بعد فضل جلسة تفضل منازعات ان ليها ستين يوم تاني او ان فتحت ليها ستين يوم تاني اقول لك اصحى وفوق لا انت مالكش غير تلاتين يوم لانه هنبدأ نعد التلاتين يوم اللي حضرتك سبتها من تاريخ الستين يوم الاولى للتظلم وما بين هذا التاريخ وبين تقديم طلب فض المنازعات يبقى اذا الفارق ما بين طب التظلم وتقديم طلب فض المنازعات هو ان التظلم يقطع المعات اما تقديم طلب فض المنازعات يوقف المعات وتبدأ العد مرة اخرى بعد جلسة او التوصية بالخاصة باللجان فض المنازعات طيب يبا احنا كده متفقين المواعيد وكرر المواعيد من تاريخ التظلم ستين يوم من تاريخ التظلم مية وعشرين يوم مية وعشرين تقسيمهم انت برحتك بقى تنتظر رد الجهة الادارية ما تنتظرش تقدم من فض المنازعات بعدها بيوم تاني يوم تقدم طلب ترفع الطعن انت حر طيب هل يجوز لي ان اعمل كل الاجراءات دي على طول مجرد ما يتنشر القرار يجوز يجوز تعمل تظلم تاني يوم وترفع طلب فض المنازعات في اليوم التالي وترفع الطعن بتاع حضرتك في اليوم التالي يجوز وممكن يجوز تعمل ده كله في يوم واحد لكن هنا رجاء والاخذ بقاعدة الاحوط لانه احنا كنا او يعني في دفعات السابقة بنعمل ده فعلا يعني ممكن نقدم التظلم في يوم وتاني يوم نقدم طلب فض المنازعات حتى مننتظرش للجلسة ونرفع الطعن بتاعنا للمحكمة لكن يعني مع صدور حكم دائرة توحيد المبادئ واللي قالت المفترض لا يجوز رفع الطعن الا بعد اللجوء الى فض المنازعات وصدور التوصية عشان بس نأخذ بالقاعدة الاحوض عشان ما افواجأش سيد الفاضل ان الطعن بتاع حضرتك اخذ عدم قبول شكلي لامر بسيط جدا كان ممكن تتجاوز يجي زميل اخر في نقطة اخرى يقول لي يا استاذ غلاب ما انا ممكن اتقدم بطلب في طعن شق مستعجل وبالتالي مش لازم فض المنازعات اقول لك سيد الفاضل برضو ووقت اخذ بالقاعدة الاحوض تقدم بطلب فض المنازعات لانه اصلا الشق المستعجل في قضايا التخطف التعيين في الوقت الحالي لا ينظر لا تنظره المحكمة ليه بتنظره انه دايما نقول الشق المستعجل القضايا المستعجل قضاء سريع قضاء يعني توفر فيه شروط معين العجلة والاهمية والقطورة لكن قضايا التخطف التعيين تحتاج الى تحقيق وتحتاج الى فرز اوراق وتحتاج الى تقديم مستندات ودفاع ودفوع قد لا تتمكن المحكمة محكمة الموضوع في نظر الشق المستعجل في هذا الشأن وبالتالي توفيرا للوقت مشكورة القضايا بتحال تلقائيا الى لجاء هائة المفوضين هائة المفوضين بتقوم مشكورة بتحقيق الدعوة وتقديم المستندات الخاصة بالطاعن وهكذا وبتجهزها وبعد ما يصدر فيها توصية تعود يعود الطاعن الى المحكمة للفصل فيها طيب خلصنا تظلم وخلصنا فض المنازعات وجبت التوصية هائة المنازعات يجب هنا عندي قدام مرحلة رفع الطاعن قدام المحكمة كما قلت في البداية ان الجهة المحكمة المختصة هي محكمة القضاء الاداري على مستوى الجمهورية اختصاص اصيل يعني مجيشة فندم ترفع الدعوة امام محكمة القضاء الاسكنداري في دمانهور او في انا او في اسكندرية وهكس يبقى المحكمة المختصة هي محكمة القضاء الاداري في القاهرة حاجة تانية عبليمانس ويعني عبقيت حاجة مفترض يعني من المسلمات انه اصبح دلوقتي كل الهيئات التلاتة اختصاص محكمة القضاء الاداري كما قلت محكمة القضاء الاداري يبقى اذا محكمة الاداري العلي اصبحت جهة جهة هيئة طعم وليست اول درجة لانه كان القضاء كانت الهيئات الاولة يعني بصفة عامة بتنظرها محكمة الاداري العلي كجهة وحيدة او دائرة يعني لكن احنا دلوقتي بعد مصدور حكم بعدم دستورية نصوص القوانين الخاصة باختصاص محكمة الاداري فاصبح الاختصاص الاصيل لمحكمة القضاء الاداري طعم متفقين جهست ورقي جهست صورة من القرار جهست التوكيل لو في محامي جهست الصحيفة كتبت فيها ما يعن لك وكل طعن له ظروفه وكل طعن له كلماته وكل طعن له دفاعه ما تجيش تطلع على الصفحة تاخد من الصفحة صحيف الطعن قد لا تتوافق مع ظروفك وقد لا تتوافق مع تقديرك وقد لا تتوافق مع الجامعة بتاعت حضرتك يبقى إذن ودائما أؤكد حينما أنشر على الصفحة صحيف الطعن أو مذكرة أو حكم وخلافه بقول يا جماعة لكل طعن ظروفه وكل طعن مفرداته وكل طعن كلماته ودفاعه خذ من الصحف ما شئت لكن خذ منها ما يتناسب مع مركزك القانوني جهست الصحيفة طلعت بها على محكمة القضاء الإداري أو ضعت الصحيفة بتاعت حضرتك أخذت رقم بعد أتحدد لك جلسة في الوقت الحالي يعني زي ما قلت في طفرة في قضاء مجلس الدولة من حيث الوقت بتحدد لحضرتك جلسة قدام المفوضين وجلسة أخرى أمام المحكمة في ذات الوقت الذي تقوم فيه برفع الطعن في يوم الجلسة بتاعت فضل منازعات اللي حضرتك مفروض معلنت بيها مسبقا هيكون مع حضرتك أوراق الآتية أي الوراق المطلوب رقم واحد أولا الشهادة الموقتات شهادة التخرج بيان درجات الماجستير إن وجد أو حضرتك حضرت رسالة الدكتوراه شهادة بالدكتوراه وثم صورة البطاقة وبيتقدمهم في أول جلسة في أمام هيئة المفاوضين طيب ما عندكش للأصول في ممكن يجوز لك إنه أول جلسة تقدم الصور ألا إنه في الجلسة البعضية هتقدر تقدم الأصول لأن الأصول مهمة فيجي واحد يقول لي يعني الأصول مهمة في ألا الأصول لأنه ده أوراق سبوتية أوراق إثبات لأنه ممكن يعني جهة الإدرياء تجعدها في أي مرحلة مراحل الدعوة فالأفضل تقدم الأصول الأوراق بتاعت حضرتك عشان ما تتعرش للجحد في أي مرحلة من مراحل التقاطي في أول جلسة اللي هيئة المفاوضين المشكورة بتصرح لحضرتك بالآتي بتصرح لحضرتك تجيب التحريات الأمنية بتاعت حضرتك بتصرح لحضرتك بتجيب الناس اللي بتستشهد بيهم اللي هم أقل من حضرتك في التأدير وتم تعيينهم في القرار وبتصرح لحضرتك بإفادة بترتيب ترتيبك وكدليل عن تمييزك العلمي دولة تلات تصريحات اللي المحكمة أو اللي هيئة المفاوضين بتصرح لحضرتك بيهم كتبنا أثبتنا التصريحات دي في محضر الجلسة بتقوم حضرتك تاني يوم أو تلات يوم أو حسب اليوم الاطلاع بتاع الفكر تير مشكورا وأنا يعني حقيقة يعني مجهود بيقوموا مجهود يعني مجهود كبير جدا ومشكورين عليه بتاني يوم أو تلات يوم أو حسب اليوم اللي اطلاع بتاع السيد السجدير الجلسة بتروح تجيب تلات تصريح منه كل تصريح بتلات نسخ أو تلات نسخ من التصريح بتقدم حضرتك منه صورة إلى الأمن العام في الأمن العام لعشان التحرير بحطت حضرتك ونسخة بتوديها الجامعة بتاعت حضرتك عشان تجيب ترتيب إفادة بالترتيب بتاع حضرتك ونسخة عشان تجيب بيها الناس اللي انت استشهدت بيهم يبقى إذن خلاص أنا خدت الورق دا التصريح دي وقدمتها تصريح هذه التصريح وقدمتها للجهات المسؤولة خلاص الجلسة التالية لهذا الجلسة الأولى إن حضرتك بتطلب الاطلاع على التحريرات الأمنية وبتقدم إفادة بالترتيب وبتقدم إفادة بالناس المستشهد بهم وبعد ما تقدم حضرتك مذكراتك والرد على التحريات إذا وجد للطاعن والتحريات وفي هذه الحالة هيئة المفوضين المشكورة بتقوم بحجز الدعوة للتقرير لمدة معينة بتكتب فيها التقرير ثم يعود مرة أخرى إلى المحكمة إلى جلسة المحكمة المحددة مسبقا إن شاء الله بعد الفاصل هنقدر نتولى أو نتكلم في دفاع والدفوع الخاصة بقضايا التخطي في التعيين نلتقي بعد الفاصل